السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلاً وسهلاً بالجميع وحلقة جديدة من اسأل سيزار وشكراً جزيلاً لكل شخص وضع سؤال شكراً جزيلاً لكل شخص حاول يختار سؤال يكون عام نوعاً ما ويكون الفائدة عامة أي حدا عنده سؤال شخصي يعني مثلاً بدي يشتري تليفون أو تليفونين محتار بينهم يبعتلي على انستغرام أفضل بصراحة ليش؟ لأن هناك إن شاء الله راح أجاوبك إنستغرام صندوق الوصف بعينك الله اعمل لي فولو هناك وابعتلي رسالة بس ما تكتب لي مرحب وبس وقعب تستنى ردي أكتب مثلاً مرحبة وأكتب سؤالك كامل وإن شاء الله خلال يوم أو يومين إلا ما أرجع لك بإذنه تعالى هل فيه اختلاف بين واجهة آنر وواجهة هواوي؟ حالياً هواوي تعرفوا هي بتصنع الهارموني او اس عليه واجهة الـ EMUI فبتخس هواوي ما تغير عليها أي شيء اللي يستخدم هواوي زمان واللي يستخدم هواوي اليوم نفس الشيء آنر حاولوا غيروا شوي بالواجهة سموها الماجك او اس بس أنا بالنسبة اللي بشوفها هي نفس السوفتوير تبع هواوي نفس الشكل مش راح تحس بفرق كبير بينهم مع أنهم حاولوا يعني يميزوا بينهم عشان يقول لك لا آنر غير عن هواوي بس أنا لساة بشوف آنر هواوي وإذا بدك تشتري مثلاً جهاز هواوي بس عليه برامج جوجل عندك خيار آنر فالواجهتين متشابهتين ما فيش فرق بينهم لا بالسرعة ولا بالأداء ولا حتى بالميزات بس موضوع مثلاً السوبر ديفايسز هواوي عملتها لأجهزتها وللإيكو سيستم تبعها فبنفعش أنه كمان برضو آنر يشتركه هون آنر بتحاول تعمل إيكو سيستم أو السوبر ديفايسز تبعتها الخاصة فيها لكن في النهاية بشوفهم زي بعض لو جبنا معالج سناب دراجون 888 وهو معالج قديم وأجد شركه استخدمته في هاتف جديد عشرين ثلاثة وعشرين يعني جديد بهاي السنة طلعت هذا الهاتف وحطت فيه هذا المعالج هل هيكون الأداء نفس الأداء اللي موجود على هذا المعالج بقبل سنتين ولا فيه اختلاف شوف لازم يكون فيه اختلاف السبب هو منطقي المعالج أول ما يطلع ويبلش الشركات يستخدمه ما بيشوفوا كل مشاكله لما يروح المعالج على الهواتف ويبلش الناس تشتر الهواتف وخلال سنة كاملة أو سنتين بيستخدموا هاي الهواتف اللي بتملك هذا المعالج الشركة بتكون تأخذ feedback وعندها بيانات بترجع لها كيف أداء المعالج كيف حرارته شو يزبطوا عليه فممكن الشركات تستخدم هذا الموضوع بطريقة ذكية إنه تأخذ هذا المعالج بعد ما عرفت كل مشاكله اللي واجهوها الناس وتحطوا بي جهاز جديد بس إيش بيكونوا حالين المشاكل تبعت هذا المعالج هون رح تأخذ تجربة أنا بأكد لك أفضل هذا المعالج كان معروف اللي هو 888 بحرارته إذا الشركات استخدموه وقدروا حلوا مشكلة الحرارة فهالتجربة حتكون ممتازة هل عمرك شتريت منتجات من علي إكس بريس لا ولكن إذا أنا هسا بدي أروح أشتري من علي إكس بريس وأنا ما جربت كيف أتأكد إن الإشي اللي بدي أشتريه يعني صح والمكان آمن وروح يوصلني بدك تتعب شوي هنا مش تروح أول ما تدخل على الموقع أول جهاز عاجبك شكله مع سعره تروح تشتري لا طبعا لا بدك تعتمد على موضوع إنه علي إكس بريس عبارة عن مول وفيه تجار كثير محلات كثير ففيه تاجر كويس وفيه تاجر مش كويس لذلك أعتقد إنه فيه ريتنجز للمحل نفسه وفيه ريتنجز للمنتج نفسه والناس اللي بتشتري بتحط بسموها ريفيو أو مراجعة للمنتج ولا الصاحب المنتج فلازم يعني للأسف بدك تأخذ وقتك طبعا أكيد ولكن لازم تقرأ المراجعات المكتوبة على المنتج وعن التاجر بس تقرأ هذا الموضوع بتشكل عندك فكرة إنه والله هذا التاجر كويس أو مش كويس ساعتها بتقدر تشتري إذا ما عملت هذا الإجراء رح تتورط ممكن تشتري من تاجر يكون نصب فأنا بنصعك تعمل هيك ومش بس على علي إكسبرس أنا بعمل هذا الإشي من أي مكان بشتريه أونلاين من أي مكان هواوي كيف استخدمت معمارية آرم وهي ممنوعة تستخدمها بمعالجها الجديدة الهواوي ميت 60 برو ونزلت معالج الكيرين 9000S اللي بمعمارية 7 نانو متر وعليه أنوية الكورتكس شوفوا أنا ما عندي جواب رسمي ولكن هواوي استخدمت معالج سناب دراجون 8 بلس صحيح؟ اللي هو 4G هذا من إيش مبني؟ من أي معمارية مبني؟ مبني بمعمارية الأرم فهو مش ممنوع يستخدم المعمارية ولكن هو ممنوع يستخدم أجزاء في المعالج عشان يقدر يبني 5G فلذلك بقدر يستخدم هو معمارية أرم لكن التقنيات اللي بدأت بني 5G اللي هي براءة الاختراع لأمريكا بقدرش يستخدمها ممنوع فلازم يحط إشيء من عنده جديد على الأغلب هو عمل هيك لكن بقدر يستخدم تقنية أرم بقدر يشتري من كوالكم اللي هي أمريكية مظبوط؟ مالكو لحد اللحظة هاي هواوي ما حكت كيف قدرت تحط 5G بالمعالج الجديد شو اللي عملته مع الـ SMIC الشركة الصينية لسه مش معروف ولكن المعروف إنها بتنزل قاعد أجهزة حاليا بهذا المعالج مش فارقة معها وأنا مكيف صراحة أنا محب هواوي نعم هل الهواتف التي تملك معيار الـ IP65,67,68 لما نروح نفكها نصلح الأجزاء الداخلية بتفقد هاي المقاومة إذا انت شارك آيفون ولا سامسونج ورحت على الشركة نفسها هي الشركة بتضمن تعمل تصليح بطريقة إنه ما يخرب الـ IP68 أو المعيار التغليف اللي بكونوا عاملينه لما يفكوا الجهاز بيرجعوه لكن لو رحت صلحت الجهاز عند أي محل آخر عادي في بلدك على الأكيد رح يفقد المعيار الـ IP68 أو 67 يخوان شو الفرق بين USB Type-C اللي هو 3.0 وبين اللايتنينغ اللي كان هو جعل الآيفون شفتوا أنتوا الآيفون الجديد نزل مع الـ USB Type-C أخيراً صح؟ طيب شو الفرق بينهم؟ أول إشي اللايتنينغ هذا المدخل فقط بيشتغل على بعض أجهزة فقط وهذه الأجهزة تابعة لأبل فقط أما الـ USB Type-C على أي شيء بيشتغل بيشغل سماعة، تليفون، تابلت، كمبيوتر، أي شيء الشغلة الثانية وهي الأهم موضوع سرعة نقل البيانات اللايتنينغ سرعته في نقل البيانات 480 ميجا بيت بالثانية الـ USB Type-C يصل إلى 10 جيجا بيت بالثانية في فرق تقريباً 20 ضعف الشغلة الثالث، اللايتنينغ بيدعم شحن وأقصى شيء ممكن يدعمه 20 واط فقط أما الـ USB Type-C 3.0 فهو يدعم حتى 240 واط يا كبير، فأكيد USB Type-C أفضل ليش بعض الأجهزة لما بتوصل بالشحن لـ 80% بيصير بطيئة؟ هل في عطل بالشاحن؟ هل في عطل بالجهاز؟ كلا، بيكون الشركة عاملة تقنية إنه يخفف سرعة الشحن عشان يخفف الحرارة اللي ممكن تطلع من الشحن أيضاً يطيل عمر البطارية أكثر وأكثر بعض هاي الشركات مثل شركة سوني فما تخاف من هذا الموضوع، مش إشي غلط بالجهاز أبداً في عنا إشي بعالم التقنية بالذات بعالم قبل إشي اسمه الـ Pro Raw وإشي اسمه الـ Pro Rez هذا شفناه على الآيفونات الـ Pro والـ Pro Max وهذا يتعلق الـ Pro Raw يتعلق بالصورة والـ Pro Rez يتعلق بالفيديو إنك تصور أو قدرة إنك تصور برو رو على الآيفون بالذات الآيفون الجديد الآيفون 15 Pro Pro Max يعني بتقدر تصور صورة خامة مش معدل عليها تقريباً بالـ Pro Raw ولا إشي كل التفاصيل اللي أخذها الحساس اللي دخلت على الجهاز ما بيصيبها المعالج، ما بيتم ضغطها، ما بيصير عليها أي شيء فبكون حجمها كبير جداً لأنه كمية البيانات اللي أخذها الحساس مع العدس كبيرة جداً هاي بتعطيك إمكانية تعدل على الصورة بطريقة خرافية يعني dynamic range exposure شغلات كثير ممكن تعدل لها بالألوان بالذات بالـ Pro Raw الـ Pro Rez برضو هي الصيغة لفيديو ممكن نصورها الآيفون بدقة عالية جداً جداً بده ستوريج كثير كبير بس بعطيك فيديو رو خام تقريباً بس ممكن هم فعلياً يغيروا موضوع الـ exposure يعادلوا عليه شيء، ولكن هذا الـ Pro Rez اللي بتأخذها أو الفيديو اللي بتأخذه بهاي الصيغة لما تنزل على كمبيوترك بتقدر تعمل عليه تعديل قوي جداً جداً وتتحكم بأشياء كثيرة بالبيانات اللي مخزنة بهذا الفيديو ولكن الميزة السلبية لهاي الصيغتين إنهم بدهم ستوريج كبير جداً جداً والحمد لله أبل قررت أنه أنت بتقدر بالـ iPhone Pro والـ Pro Max تشبك SSD مباشرة بالـ USB Type-C على تليفونك وتصور مباشرة يتخزن على SSD وهذا إشي خرافي هل أنا لما أعمل باك أب لصوري من تليفوني مثلاً على Google Photos وأرفعها على سحاب جوجل اللي هو Google Clouds أو حتى iCloud تبعت أبل هل هذا يعني أنه صوري هناك موجودة ولا موجودة على التليفون؟ أنت لما بتعمل باك أب من تليفونك على الكلاود على السحاب إن كان جوجل أمازون ولا أبل وجب التليفون جديد شغلته أوكي فتح Google Photos هتلاقيه فاضي هيقول لك أعمل لك ريستور أجيب لك صور من الكلاود؟ تقول له نعم طبعاً تكون حاط الإيميل تبعك بروح بيأخذ copy نسخة من الإشي الموجود أونلاين وبنزله على جهازك بتصير هاي نسخة فعلياً موجودة على جهازك بدون هذا الحركة هاي اللي هو السينك بدون ما تعملها النسخ فقط موجودة على الكلاود ممكن تشوفها على جهازك بس بدك تعمل سينك عشان يقدر نزلها على جهازك عادة عن هيك هي بس موجودة على السحاب وضع حسابك ومش قدر تدخل على السحاب راحوا عليك الصور الناس بتخافي أخوان من موضوع ضبط المصنع اللي هو reset factory factory reset أو تعمل reset لجهازك ليش أخوان لا تخافوا؟ انت على إيش خايف؟ على البيانات تبعيتك؟ أصلاً إجراء سليم أنك تأخذ backup من جهازك عادي أشبك جهازك على كمبيوترك وخذ كل الصور خذ كل الفيديوهات أي ملفات عندك إليك خاصة بالتلفون واسحبها على الكمبيوتر خزنها على hard disk خارجي هذا إجراء سليم جداً فبحيث لو جهازك انسرق لو جهازك فقع لا صمح الله انحرق بطل يشتغل انت عندك نسخة دائماً فما تخافش على بياناتك الضيئ هاي هو الشغل الشغل الثاني الشركات تنصح أن كل ست أشهر اعمل مرة واحدة reset factory إعادة ضبط مصنع الجهاز بيرجع fresh بيشير كل الفايلات اللي هي الكاش والأشياء اللي ما إلها داعي ولا إلازم والبرامج والتطبيقات اللي ما بتستخدمها وانسيتها بس بطلق تنزل 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 بتشيلها بصير جهازك fresh فأنا بنصحك تعمل ال reset factory ما تخاف وإعمل back up طبعاً اعمل الشغلتين ال back up وال reset وإن شاء الله راح تشكرني على هاي النقطة يعطيكم ألف عافية هذا كان الفيديو لا تنسوا إذا عندك سؤال اكتبه هون وإذا عندك سؤال شخصي ابعتلي على انستجرام بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء